اشهد رئيس البرلمان العربي سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العصومي بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها جلالة الملك المفدة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة بفضل السياسة الحكيمة لجلالته ومشيدا في الوقت ذاته بالجهود المتواصلة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين وسمون عهده وفي دعم الأمن والاستقرار في الوطن العربي اشار العصومي خلال لقائه رئيس مجلس الشورى السعودي على هامش تقليده بوسام التمييز العربي إلى القفزة الكبيرة التي حققتها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات مما جعلها مركزا إقليميا ودوليا في مختلف القضايا التي تهم الوطن العربي والعالم بأسرى من جانبه اشهد رئيس مجلس الشورى السعودي بما حققته مملكة البحرين بفضل قيادة جلالة عاهل البلاد المفدة وهو ما يعزز من ريادتها على كافة المستويات ترجمة نانسي قنقر